لما تيجي بقى تتكلم وتقعد تقول طب واحنا ايه المشكلة لما الاهل يلعب كل يومين ثلاثة طب ما في اوروبا لا الوضع مختلف الوضع مختلف دي زروب مختلفة تماما تماما بين اوروبا في اوروبا بين البلد والتاني احنا مديتكلم على ساعة ساعتين مش يوم كامل اروح علعب في جنوب افريقيا اخدلي 11 ساعة غير الاعدة في المطار هناك والاعدة في المطار قابلية بساعتين هنا وبعدين التحرك كمان للمدينة اللي انا حلعب فيها والاجواء المختلفة لا مفيش مقارنة نهائي مفيش مقارنة نهائي بين اللعب في اوروبا واللعب هنا في مصر وفي افريقيا مع احترامي للدول الافريقية جميعا لما نيجي نبص بقى على تصحيح الاخطاء خلينا نتكلم على اخر ماتش احنا كنا منلعبه اخر ماتش احنا كنا منلعبه من يومين كنا منلعب انبي الماتش خلال الساعة كام الساعة 12 احنا لعبنا يوم لاثنين الساعة عشرة الماتش خلال الساعة 12 يعني دخلنا الثلاث دخلنا يوم الثلاث النهاردة ايه النهاردة الخميس لعبالما اللعيبة طلعت من الاستاد ووصلوا بيوتهم كانت الساعة بقت اثنين اثنين ونصف ثلاثة كمان طب ده ده منطقي هتقول لي طب نعمل ايه ما هو مؤجلة النادي الاهلي كتير طب خلاص ماشي ما انا بكلم حضرتك على الظروف المصاحبة لعبت النادي الاهلي ومشينا الثلاث وروحنا البيت اللعيبة دي راحت البيت يوم الثلاث نزلت الاربع او الثلاث اللي لعبوا يا دوبك ايه عملوا استشفى يوم الاربع انت ما تلحقش تصحح الاخطاء انت بتعمل تدريب خفيف للفرقة كلها واذا كان فيه كلام نهائي بتقوله في الملعب ما انت مش هتلحق تعمل حاجة والخميس بتلعب جيم تلجي خميس تلعب ماتش طب هو ده عدل وتكافق فرص طب ما تيجي نشوف الفريق اللي قدامنا ما احترامنا برضو لزاد بقاله قدامه ما لعبش اسبوع كامل مريح الاسبوع ده انا لعبت فيه ماتشين قدام سيمبا وماتش قدام امبي ودي المباراة التالتة في 8 او 9 ايام في 8 او 9 ايام والمنافس اللي قدامي اللي حيلعبني النهار ده مريح وبيتمر وبيتفرج علي وبيدرس سريط اللي ايه من حقه من حقه بس انا بقول لحضرك الظروف المصاحبة الصعبة جدا اللي بيمر بيها النادي الاهلي النهار ده بيجهز نفسه الفريق اللي قدامنا بتجهز نفسها مفيش ايجهات وبيعود لعبته على اداء لعبت النادي الاهلي في الوقت الميستر كولر نفسه ما عندوش وقت لتصحيي الاخطاء معظمها هيبقى على الصبورة معظمها على الصبورة والله مش عايز كزا هعمل كزا مش عايز كزا هعمل كزا بس نفسه يقول لك طب ما هو حتى لوعة الصبورة ميستر كولر شايف اخطاء في الملعب وبيعود يدون الاخطاء طب وفي بعض الاخطاء متكررة طب هو بيقول ايه طب ما هو يوجه برضو مدارس في مدارس يعني بتقول ايه وخصوصا المصريين مدربين المصريين يقول لك ان اللعيب المصري ده محتاج توجيه على طول محتاج تعليمات على طول لانه احيانا بيسرح احيانا ما بينفس التعليمات اللي هي المفروض ينفذها اللي المدير الفني ايل عليها كويس فبيبقى فيه توجيه من المدير الفني على الخط على طول لو شاف اي خلل في الملعب لا انت تعال كده انت اعمل كده انت كنت نزل عشان كده اقف مكانك اعمل مدارس المداربين المصريين يقول لك ان لازم توجيه اللعيب المصري لازم مدير الفني مدرسة تانية مدرسة تانية السويس رية هدوء اتزان ما بيضغطش قوي فميسر كولر ليه وجهة نظر في الحتة دي نحترمها نحترمها لان نتاج في صالحه لكن بنقول ايه نتمنى نتمنى ان الفترة الجاية لا ما احنا ما احنا برضو مش عايزين النقط تتسرسب مننا زي ما حصل من سنتين ولو ان كان في بعض الظروف اللي هي ضغطة علينا زي ما بقول لحضراتكم زي التحكيم وايه ابتدت النقط تتسرب مننا احنا مش عايزين كده احنا معايزين من البداية من البداية نتعلم من اخطاءنا ماتش البنك الاهلي وماتش الانبي اللي فات ماتشين يزعلوا وخصوصا الماتش اللي فات ماتش يزعل يزعل لان انت كنت كويس كنت كويس بالنسبة للمباراة مش عايز اقول ان هو كان النادي الاهلي كان اداءه لا النادي الاهلي كان ركب الجيب النادي الاهلي كان هو الاخطر النادي الأهلي كان هو المستحوز كان هو المسيطر تخيلوا حضراتكم لما نيجي نشوف سيناريو المباراة هتلاقي إن إنبي راح لمرمى مصطفى شوبير ثلاث مرات ثلاث مرات جابوا منهم جول من كرة سابتة اللي هو هدف التعادل ودي كورنا الوحيدة اللي إنبي تعادل بها فماش شاتر الزعل الفترة اللي جاية نتمنى إن احنا نتدرك الأخطاء دي نتدرك الأخطاء دي